تفضلت سمو الشيخة منيرة بنت حمد بن عيسى الخليفة فشملت برعايتها الكريمة افتتاح معرض المنزل المنتج الذي يقام للمرة الأولى وتنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويستمر خلال الفترة من العاشر إلى الحال عشر من فبراير الجاري في نادي شريف العوضي للأطفال والناشئة بمنطقة رفع شرقي وذلك بمشاركة خمسين أسرة بحرينية منتجة وكان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ منيرة بنت حمد بن عيسى الخليفة سعادت وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالوزارة والمدعوين وقد بدأت سمو الشيخ منيرة بنت حمد بن عيسى الخليفة بقص الشريط إذلا بفتتاح المعرض ثم قامت بجولة في أرجاء المعرض واتطلعت خلالها على المنتجات المعروضة والتي تعبر عن ما وصلت إليه الأسر البحرينية المنتجة من إبداعات في مختلف مجالات التصميم والتشكيل وبمستوى حرفي عالي كما التقت سموها بالأسر مباشرة حيث تحدثت معها حول سبل تطوير المنتجات وزيادة فرص تسويقها والترويج لها وأعربت سمو الشيخ منيرة بنت حمد بن عيسى الخليفة عن سعادتها بفتتاح معرض المنزل المنتج الذي يقام لأول مرة وقالت إنما شهدناه من منتجات واسعة وتشكيلات كثيرة من المنتجات المنزلية عكست قدرات الإبداع والابتكار لهذه الأسر المنتجة وما تميزت به من مستوى طيب كما أشهدت سموها بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتشجيع هذه الأسر لتأخذ دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وأقدمت سمو الشيخ منيرة بنت حمد بن عيسى الخليفة الشكر والتقديل لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وجميع المسؤولين بالوزارة على حسن الإعداد والتنظيم لهذا المعرض الذي يعتبر خطوة طيبة في سبيل النهوض والارتقاء بالأنشطة والفعاليات الاقتصادية وتنمية روح الابتكار والمنافسة في تقديم المزيد من المنتجات التراثية والتقليدية متمنية سموها كل التوفيق والسداد للأسر المنتجة والقائمين على هذا المعرض وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منيرة بنت حمد بن عيسى الخليفة على رعايتها الكريمة لهذا المعرض وتفضلها بافتتاحه والاطلاع على ما فيه من منتجات تعبر عن مهارات وإبداعات الأسر البحرينية المنتجة والتي تعكس أصالة ودقة عمل الأسر البحرينية وحرصها على إنتاج وتطوير المنتجات الوطنية والتراثية ونوها بتشجيع سموها الدائم للأسر المنتجة ودعمها للمشاركين في المعرض وأضاف حميدان أن معرض المنزل المنتج يعد أحد السبل والأليات التي تتبعها الوزارة في تسويق وترويج منتجات الأسر البحرينية المنتجة على المستويين الداخلي والخارجي حيث يعتبر المعرض عنوانا للابتكار المنزلي وفرصة لإبراز دور الأسر المنتجة التي تسعى لتأمين مستقبلها ومستقبل أبنائها من خلال العمل المنتج وتطوير مستوى جودة المنتجات والمصنوعات هذا فضلا عن تطوير إمكاناتها ومهاراتها والتعريف بأهمية الإنتاج الأسري موضحا أن عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل بلغ 310 أسرة حتى نهاية العام 2015 علما بأن 12 أسرة حققت تطورا وتجاوزت كونها أسر تعمل من المنزل إلى أسر لديها سجلا تجاري وأشار سعادة الوزير إلى أن المعرض الذي يقام بتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منيرة بنت حمد بن عيسى الخليفة تشارك فيه 50 أسر بحرينية منتجة ضمن قائمة الأسر المسجلة في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية يهدف إلى التعريف بأصحاب المنتجات المنزلية والحرف اليدوية وأية أعمال وخدمات تتم من المنزل ومن أجل تسجيع رفع مستوى المنتجات وجعلها مستوفية لشروط الصحة العامة والأمن والسلامة وغير مضرة للبيئة وبما يساهم في فتح آفاق جديدة لتطوير مهارات الأسر وتسويق منتجاتها علاوة على النهوض بالأنشطة الاقتصادية المتناهية الصغر وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية ولا فتح مداني لأن الأيد العاملة البحرينية تتميز بالحص على الجودة والتطوير المستمر في عملها ومنتجاتها مضيفا بأن هذا النوع من المعارض التي تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها مردود إيجابي في دعم وتشجيع أصحاب الحرف اليدوية التقليدية لتطوير المنتجات وإدفاء المزيد من روح الابتكار والإبداع على منتجاتها علاوة على الاندماج في سوق العمل مما يساعد على تحسين دخل الأسرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لها يذكر أن مشروع المنزل المنتجة تطبيقا لقرار مجلس الرزراء الموقر رقم 39 لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة المتعلقة بالنشاط الانتاجي الذي يزاول بالمنزل بما في ذلك هوية صاحب النشاط الانتاجي ولوع النشاط الذي يزاوله ويتولاه مكتب في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسمى مكتب القيد ويعتبر المشروع امتدادا لمشروع الأسر المنتجة الذي تحتضن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال استحداث أسر منتجة جديدة وبرامج تدريبية متطورة ومراكز تسويق ومراكز داعمة للمشروع كما أنه يفتح المجال أو مجال العمل لجذب فئة الشباب والباحثين عن العمل والمرأة البحرينية الطامحة إلى التمكين الاقتصادي ورفع دخل الأسرة علاوة على أنه يمثل مجالا مشجعا للعمل لفئة المسنين والمتقاعدين